برنامج حقي وواجباته في برنامج حقي برنامج حقي كل خميس عند الثانية والنصف ظهرا ويعاد الاثنين السابعة والنصف مساء أهلا وسهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامج حقي القانوني التواوي وليبث عبر أثير راديو البلد على تردد 92.4 FM وفي حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام رح نسلط الدور نتحدث فيها حول دور التقارير الطبية في مساعدة العدالة في الإدانة أو البراءة فما هي الأسس التي ينتهجه الأطباء في ذلك عند تكليف المحكمة لهم وما هو قصة التقارير الطبية المفتعلة وكيف تكون وممن تصدر ودرجتها في الإثبات إذن مستمعين الكرام هذه المحاور وغيرها ستكون محور الحديث في هذه الحلقة مع الدكتور منذر اللطفي أخصاء الطب الشرعي في مركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة ونائب رئيس الجمعية الأردنية لدراساته والبحوث الجنائية أهلا وسهلا بك دكتور منذر أهلا بك أهلا إنه مستمعين الكرام كما ذكرت في مقدمة حديثي أننا سنتحدث في هذه الحلقة حول التقارير الطبية وأهميتها ودورها في مساعدة العدالة سواء كان في يعني دورها في الإثبات إثبات وقوع الجريمة أو في الإدانة أو البراءة واسمح لي يعني دكتور منذر أن أبدأ حديثي معك بفعلي يعني ما هو أهمية التقارير الطبية التي نتحدث عنها في وأين يكون دورها في إثبات يعني في الإدانة في إدانة هذا الشخص أو تبرئة هذا الشخص من التهم الموجهة له مساء الخير أستاذة غريد وفريق البرنامج ومساء الخير لمستمعي ومستمعات إذاعة راديو البلد راديو البلد أشكرك على هذا العنوان والذي يهم الجميع حقيقة إن كان أساتذة محامين أو مواطنين أو أطباء ابتداء بحب أقول أن التقرير الطبي هو شهادة طبية أو خطية تصف الحالة المرضية لشخص والتقرير الطبي له أدة أنواع منها ما هو تقرير لأغراض محددة مثلا لأغراض العلاج في مكان ما يطلب تقرير الإنسان لأغراض إجازة مرضية لأغراض رخصة سير ولكن يعني في هذا الليل راح نركز على الجانب اللي في القضاء ومتطلبات القضاء من التقرير الطبي طبعا التقرير أنواع من حيث هناك تقرير اسمه التقرير الأولي وهذا يصدره أول طبيب تعامل مع المصاب يكتب عن حالة المريض طبعا هناك أجزاء للتقرير لكن التقرير الأولي هو من يكتبه أي طبيب إن كان طبيب إسعاف أو طبيب عيادة يصف في الإصابات وهناك شيء اسم يعني طبيبي الأولي عفوا التقرير الأولي هو التقرير اللي أول ما يتم عرض هذا الشخص الذي تعرض للأذى إلى هذا الطبيب مباشرة يجب أن يكتب في تقرير أول طبيب يعرض عليه المصاب يصدر تقرير أولي كل حالة لازم يكون فيها تقرير كل إصابة يعني هي طبعا يشتبه فيها يعني خلي يسمي القضايا الطبية القضائية يعني عادة هي الإذاء المقصود المشاجرات إذاء غير مقصود زي حادث سير أي شيء غير مرضي يحضر المصاب إلى الإسعاف أو إلى عيادة طبيب خاص أو عام ويكتب التقرير الأولي هذا التقرير الأولي تعتمد على الجهات التحقيقية إن كان الأمن العام أو القضاء في توثيق الإصابات الأولى وعادة بيكون خلاصته عن الحالة العامة وعن وضع الإصابات ومن ثم يستكمل الشخص العلاج إن كان داخل المستشفى أو خارجه وفي ختام العلاج أو استقراره يُعطى تقرير قطعي وهذا القطعي يعني هو مجال عمل للأطب الشرعيين فكل تقرير قطعي في المملكة الأردنية الهاشمية يصدر عن طبيب شرع لكن التقرير الأولي يصدر عن أي طبيب أي طبيب وفي أي عيادة في أي مستشفى طبيب خاص أو طبيب حكومة طب يعني أهمية أو الفرق ما بين التقرير الأولي والتقرير القطعي بالنسبة للمحكمة يعني المحكمة تصدر حكمة بناء على أي تقرير القضاء طبعا يعني هي في المراحل الأولى قبل وصولها أصلا للقضاء الأولي بتكون لازالت قضية تحقيقية ابتدائية عند الأمن العام فيأخذ هذا التقرير ويقدم للقضاء إن كان للمداء العام أو لقاضي المختص وتسجل الحالة إنها إصابة بهذا التقرير هذا يوثق إنه الإنسان مصاب أما القرار القضائي والذي يأتي لاحقا بعد مروره في مراحله التي يعرفها القضاء والمحامين فبتكون تستند على التقرير النهائي من الطبيب الشرعي النهائي من الطبيب الشرعي واللي أصلا يعني إلو دور في تكييفه للقضاء فالتقرير أولا توثيق الإصابة إنه حدث إصابة أو لا لأنه إذا شخص راح اشتكى للشرطة أو للقضاء عن أنه تعرض لإذا لابد أن هناك يعني شخص يثبت إنه هناك إصابة والشخص هذا يجب أن يكون طبيبا هو المختص فيه يعني واحد بدي يشتكر القضاء عن كسر باب القضاء يطلب رأي النجار في الماء هو الحداد في ميكانيكي في السيارة في الإنسان الطبيب هو الذي يقرر هناك إصابة أو لا ويطلب من الطبيب عادة وخاصة في القضاء في النهائي يطلب منه تفسير للإصابة هل هي إصابة مثلا من أداء حادة أو لا وكل جزئية لها علاقة بالقانون استخدام أداء حادة واحد يدعي على شخص آخر أنه ضرب بسكين ولكن بالفحص الطبي نجد إصابة راضة قد تتوافق مع جسم راضة أو مع سقوط فهذا ينفي للواقع الأولى الشيء الثاني هل تتوافق مع السيرة الإصابية يعني على الطبيب الشرعي يجيب إذا هذا السؤال ورده من القضاء الشيء اللي في التكييف أيضا في المهمنة وهذا كثير بنواجهه من حوارات مع إخواننا المواطنين إنه مدة التعطيل مدة التعطيل بالنسبة للقضاء مهمة في تكييفها لأنه هناك أيام معينة عددها من اختصاص محكمة وإذا تجاوز هذا المدة فهي محكمة أعلى فمثلا إذا كانت مدة التعطيل أقل من عشر أيام تسقط بسقوط الحق الشخصي أكثر من عشرين يوم تنتقل لمحكمة بداية هذا التكييف يقوم على تقييم الطبيب الشرعي في مدة التعطيل يعني باللاحظ أهمية التقرير في نعكاسه حتى على تكييف القضية واختصاص المحكمة ومن هي المحكمة المختصة إذا كانت صلح الجزاء أو بداية الجزاء أو حتى الجينايات نعم هناك سؤال أحيانا هل الإصابة خطرة على الحياة أو لا فإذا قال الطبيب كتب الطبيب أن هناك خطورة على الحياة يعني للمدعي العام أن يخيفها عادة تحول إلى شروع بالقتل وهذه من اختصاص محكمة الجينايات الكبرى إذا كان ترتب الموضوع استقر ببتر جزء من جسم أو عاها هناك مادة لتتعلق بإحداث العاها تسمح لي دكتور منذر يعني أنت عم تحكي بنقاط كثير مهمة بس عشان أنه نترجمها أكثر للمستمعنا ممكن نأخذها بالأمثلة يعني إذا مثلا في التقارير ممكن يكون في التقرير الأولي أن الإصابة بسيطة بيجي التقرير القطعي بيحكي لا أن الإصابة شكلت خطورة بتصفي من مشاجرة بسيطة بتروح شروع بالقتل وقد يكون العاكس قد تبدأ القضية بشروع بالقتل التقرير هو الذي يفصل في ماذا كانت هذه القضية شروع بالقتل أو ليست بشروع بالقتل أو إذا كانت شكل خطورة على الحياة أو لا يعني إذا توضحنا أكثر بالأمثلة من خلال خبرتك في هذا المجال الحقيقة أن التقرير الأولي يعتمده القضاء والأمن العام بتقييم الحال الأولي للمصاب فإذا أدخل المستشفى وكانت مثلا حالته خطيرة يترتب على ذلك إجراءات أمنية عند الإدخال في المستشفى ومنها مثلا توقيف الطرف الآخر أما القطع أو التقرير القطعي هو الذي يقرر الحكم النهائي لأنه ممكن أن إنسان دخل بحالة تبدو متوسطة ولكن في النهاية بعد جراء الفحوصات تبين أنها إصابات بسيطة فحكمها يختلف فإذا التقرير الأولي يساعد القضاء والأمن بكونهم هم اللي بيبدأوا في التحقيق الابتدائي يأخذ الإجراءات الأولية عند الإذاء أنا أتحدث عن الإذاء المقصود طبعا وحواث السير ولاحقا تكييفها في المراحل النهائية عند الحكم وهل الإصابة في الوجه أو ليست في الوجه هذا التكييف يعتمد على تقريرنا النهائي فهذه هي الأنواع للتقارير وطبعا إذا ترتب إحداث عاها كما يوصي الطبيب الشرعي تحول للجنة وتحدد نسبة للعجز فيها يعني من هون بيبين أهمية التقارير الطبية وخاصة التقرير الطبي القطعي اللي بيصدر عن الطباء شرعيين فإنه ممكن يغير كل تكييف القضية يعني ممكن يقلب قضية إذاء بسيط إلى شروع بالقتل أو إلا جريمة قتل وممكن العكس إنه إذا من شروع إلى إذاء بسيط ممكن يكون في شخص تم توقيفه وكل الدلائل تؤشر إلى إدانته ممكن التقرير الطبي يكون العكس ويظهر براءة هذا الشخص يعني ممكن توضحنيها بعمل الإدانة والبراءة والله يعني مثلا من القضايا اللي تطرح إنه شخص يصل إلى الإسعاف يشكو من دوخة بيقول فقدت الوعي فالطبيب من واجبه أن يتعامل مع الحالة كما وصفها المصاب يقيمه تقييماً ابتدائياً وبطلب له فحوصات كالأشعاء كالتصوير الطبقي فحوصات مقبارية ويضعه تحت المراقبة في هذه الفترة قد يكون التقييم الأولي في التحقيق الابتدائي إنه هذا الوضع سيء أو خطير للمصاب وبعد بقاعه في المراقبة لفترة بيكون إنه الأمور استقرت ولا يوجد هناك إصابات مهمة ويخرج الإنسان مشافة وبتكون إصابة بسيطة إن وجدت وعليها تقرير قطعي بأيام مدة تعطيل بسيطة وأنا هنا بس إذا سمحتي لي أحكي كلمتين عن مدة تعطيل يعني بعض إخوان عندما يراجعوا مراكز الطب الشرعي وعادة إحنا نعطي مدة تعطيل هناك ضغط علينا من الناس وإنه أعطونا مدة تعطيل أطول وخاصة إنه بترتب عليها حقوق مادية من شركات تامي فهناك خطأ عام إنه هاي مدة تعطيل عن عمله يعني كم تغيب عن الشغل وهذا ليس صحيح إلا ما قصده المشرع دي ما ما مقصود مدة تعطيل هي مدة تعطيله عن الأشغال الشخصية يعني كم تضرر الشخص في أعماله الشخصية في أشغاله الشخصية والمصريين إقوان المصريين بيسموها مدة تعطيل عن الأعمال الشخصية اللي هي هل أعيق من حيث مشيوا عدم تمكنوا من أداء حياته يوكل يشرب ينامي يسوق سيارته هذه حط جبس على رجله عاقب هذه أما هو يعني ممكن يساوي عملية كبيرة في البطن ويأخذ إجازات مرضية أربعة الشهر ونأخذ نعطيه مدة تعطيل دكتور نقطة كتير مهمة إذن ما المقصود بمدة تعطيل بالنسبة للمحكمة يعني يعني لأن تقريركم القطع لازم يشتمل على مدة تعطيل وإيش تور يعني المحكمة يوما أنتم بتكون بتحدوا مدة تعطيل نعكاسوا على المحكمة الحقيقة أنه زملائنا الأطباء السريريين والمعالجين يتعاملوا بالإجازات المرضية أما القضاء عندما يطلب مننا تقدير قطعي يطلب مننا تقدير الضرر الواقع على الإنسان من حيث عدم أداءه لحياة اليومية والتي عليها يترتب تكييف القضاء وتقدير العقوبة التكييف وتقدير العقوبة فمن تعطل عن أداء حياة اليومية عشرين يوم يختلف عن الثمانية عشرين يوم وهي النقاط اللي وارد في القانون أنت أستاذتنا طبعا تعريفية جيدا اللي هي عشرة وعشرين وما طبعا اللي فوق العشرين نقلها للبداية فإحنا لما نقول تعطل الإنسان عن أداء حياته اليومية لا نقصد قديش غاب عن العمل والمشرع ساوى بين الناس جزائيا يعني الجراح الطبيب الجراح إذا ضرب على يده وتعطل شغله كجراح يختلف عن المعلم أو عن الموظف أنه ما تعطل عن يعني ممكن يدرس وأصبح إيده اليسار معطل مثلا هذا جزائيا الناس تتساوى ويعني المشرعين ساووا بين الناس جزائيا وصار الاختلاف في الحقوق المدني وإحنا لما نعطي المدرس تعطيل جزائيا نضع أمام نهاية المعايير كم تعطل عن أداء حياته اليومية وليس كم تعطل وإلا كانت المرأة والطفل لا سمح الله يضربوا ونطلع مدة تعطيل صفر لأنه ما لهم شغل يعني ما لهم عمل رسمي يغيبوا عنه وإلهم شغل إذن مدة التعطيل هي لها علاقة فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحكمة إذا كانت صلحة ولا بداية جزا أو جنايات وهذا بيعتمد أيضا على تكييف القضية وبالتالي الحكم في مقدار العقوبة وبالتالي يعني عشان بس أوضح لمستمعين يما بتكون القضية صلحية جزائية بتكون مقدار العقوبة أقل كلما تفعنا بداية جزا بتزداد العقوبة لجنايات بتكون يعني العقوبة أكتر مغلظة أكتر وبالتالي هذا كلها يتم بناءه على مدة التعطيل ويعني التكييف في التقرير الطبي القطعي فيصل في هذه المسألة يمكن أنت يجيت على موضوع المرأة والطفل لكن أنا بدي أسألك كيف بتتعامل التقارير الطبية القطعية خاصة التقارير الطبية مع المرأة مع قضايا المرأة وخاصة أنه عنها خصوصية في مجتمع الأردني يعني للمرأة يعني إذا مثلا واحدة بضربها جوزها وراحت على المغفر وشكت عليه لابد من وجود تقرير طبي كيف بتتعاملوا أنتم مع قضايا المرأة خاصة امرأة تعرضت لإعتداء لازم تيجي عندكم يتم إصدار التقارير بقضايا العنف الأسري إحنا محكي عن المرأة بشكل عام بشكل عام سواء كانت العنف داخل الأسرة أو خارجها داخل الأسرة أو خارجها طبعا إحنا يعني هاي مناسبة لسا مبارح محتفلين بيوم المرأة بيوم المرأة فكل سنة ستاتنا بخير لأنه إذا هم بخير إحنا بخير أكيد يعني هاي قناعة مطلقة جد يعني إحنا فاتنا برضو نعيد على المرأة الأردنية والعربية وخاصة المرأة الفلسطينية ونحكي لها كل عام وإنتم ألف خير فالجزئية التي تعلق بالإذاء للمرأة إن كان إذاء مقصود أو غير مقصود يعني طبعا السيدات والأنسات بيراجعوا مراكزنا بنفس النمط اللي هو يتعلق بالرجال وعياداتنا مهيئة لاستقبالهم وكمان يعني بهاي المناسبة لا بد أن أشيد بأنه إحنا في الأردن نعتز أنه عنا ثلاث زميلات طبيبات شرعيات أيضا بنعتز بوجودهم ويعني بضيفه نوعية لعملنا وليس عدد يعني فقط الآن يعني النساء إذا كان الموضوع خارج الأسرة فهم يعاملوا بالضبط زي الرجال وبأياداتنا الموجودة في كل محافظات المملكة أيادات الطب الشرعي وطبعا وفي مستشفيات الجامعية في قضايا العنف الأسري يعني والحمد لله نعتز أنه في الأردن صار عندنا اهتمام أولا قانون العنف الأسري أعطى خصوصية للستات وأيضا هناك إدارة حماية الأسرة واللي أعدت لاستقبال النساء المعنفات خارج أطر العيادات العامة فالسيدة أو إن كانت سيدة متزوجة أو غير متزوجة تستطيع مراجعة عيادة الأسرة وهناك أن الزملاء وزميلات بغطوا عيادات الطب الشرعي في الأسرة بالإضافة يعني إذا كانت وصلة المستشفى بتأخذ التقرير الأولي لكن هناك الأطباء موجودين في عيادات الأسرة وتسجل الإصابات الموجودة ويستمع للسيدات وأيضا هناك لجان تدرس هذه الحالات وتتابعها بما يحافظ على خصوصية الأسر وخصوصية الستات في أنه ما يتعرضوا لأماكن ما يجوا على أماكن عامة مع الآخرين ويتم المتابعة لهاي القضايا وهناك أقوبات خاصة تتعلق في العنف الأسري وأيضا لا بد أن نسجل وهذا ليس تشجيع للمشاجرات داخل الأسر ولكن إذا حصل مثل هذا الأمر فحتى لا يوجد رسوم مقابل هذه التقارير هي مجانية في العنف الأسري فقط في العنف الأسري؟ نعم فقط في العنف الأسري يمكن أنا بدي أنهي دكتور منذر للأسف أنت هتحلل الوقت المخصص لهذه الحلقة وبالفعل أشكرك على هذه المعلومات المهمة والقيمة حول أهمية التقارير ودور التقارير الطبي في مساعدة العدلة في الإدانة أو البراءة مستمعنا الكرام نشكر الدكتور منذر لطفي أخصائي طب الشرعي في المركز الوطني ونائب رئيس الجمعي الأردني للدراسات والبحوث الجنائية شكرا لك دكتور شكرا لك أستاذ تغريد ويعطيكم العافية الله يعافيك مستمعي الكرام لكم من فريق عمل البرنامج من سميرة ديات من الهندسة الإذاعية وتغريد الدغم من العدد والتقديم أغطية بالتحيات برنامج حقي قضايا المالكين والمستأجرين جرائم نصدار الشيك بدون رصيد حقوق المرأة الحقوق العمالية الزواج والطلاق حوادث السير والقضاء العشائري جرائم النصب والاحتيال وإساءة الأمانة أخطاء ضبية جرائم الذم والقبح والتحقير والوضع القانوني للأطفال غير الشرعيين حقوق الإنسان وواجباته في برنامج حقي برنامج حقي كل خميس عند الثانية والنصف ظهرا ويعاد الاثنين السابعة والنصف مساء